دايماً المواقف اللي بنتعرض لها هي اللي بتخلينا نعرف كويس معادن الناس اللي حوالينا دايماً لما بيحصل مصيبة أو كرسة بنعرف مين اللي بيقف جنبنا وبنعرف إذا كانت اختياراتنا من البداية صح ولا غلط لأن بصراحة الكلام الحلو مفيش أسهل منه والجدعانة اللي بالكلام برضو مفيش أكتر منها عشان كده ربنا أحياناً كده بيوجعنا شوية ولكن بعد الوجع ده بنشوف حقيقة اللي حوالينا وبنشوفها كويس قوي وبنكتشف الوش الحقيقي ليهم تعالوا نسمع قصتنا النهاردة معاناً النهاردة قصة ونرجع تاني ونشوف حنعمل إيه في القصة دي مالك شكلك مش طبيعي ليه؟ بنسعب معاعدنا وأنتي مش في حالتك الطبيعية؟ لا ما فيش حاجة عادي مرهقة بس شوية من الشغل النهاردة كان يوم طويل أيوة إيه الجديد يعني؟ ما إحنا دايماً بنتقابل بعد الشغل وبتبقي فيقة وزي الفلش معنا النهاردة يعني؟ أنت فيك حاجة ومش عايزة تحكيلي؟ هو فعلاً في حاجة وأنا عايزة أحكيلك بس بصراحة خايفة ومكسوفة كمان في نفس الوقت خايفة؟ خايفة من إيه؟ وإزاي أصلاً يبقى في حاجة مضايقاكة أو مخوفاك وما تحكيليش عليها؟ المفروض إننا ما بنخبيش حاجة على بعض والأهم إنك ما تخفيش من أي حاجة ولا من أي حد وأنا جنبك ربنا يخليك لي أنا عارفة أن أنت جنبي ومستحيل تتخلى عني في أي مشكلة أنا فكرت كتير وطول الوقت كنت حاسة أني عايزة أحكييلك بس في حاجة بخوفاني منك وعليك برضو بقولكي بلاش جول الغاز بتاع البنات ده؟ احكيلي بسرعة عشان أنا بدأت أتوتر فيه واحد كان معيه في الشغل زمان وسب الشغل من فترة طويلة ومن قريب لقيته بعيد لي سلام على الفيسبوك وأنا رديت عليه السلام واتطمنت على أحواله وبس ما فيش أي كلام تاني حصل وإيه حكايته ده كمان؟ وبكلمك ليه مدام ساب الشغل وما بقيتوش زميل؟ ما أنا هحكيلك بس أنت أصبر علي شوية وبلاش توطرني أكتر ما أنا متوترة أصلا طب ممكن تكملي بسرعة عشان خلاص أنا مش قادر أصبر أكتر من كده؟ بعدها فترة لقيته بعيد لي تاني على الماسنجر وبيحاول يجر كلام معي وبدأ بجوة أنا عايزة شوفك وإنت قابل وإنه كان معجب بي يا زمان والكلام ده يعني بس أنا صديته وفهمته إن رديت عليه أول مرة عشان بس كنا زميل وإني مش هقبل الكلام ده تاني ومش هرد عليه تمام وإلا حصل بعد كده؟ منه لله عمل مصيبة ومن ساعتها وأنا منهارة لقيته بعيد لي صورة ليا متركبة على صورة بنت مش محترمة نعم يا أختي صورة بنت إيه؟ افتح تليفونك بسرعة وطلعي الصورة حاضر حاضر بس قولي هنعمل يدلوقتي خصوصا إنه هو هددني لو ما قابلتوش هيبعت الصورة لكل زميلنا في الشغل وإيه أصلا اللي خلاي يتجرق من الأول ويبعتلي الكلام من نوع ده وبعدها يهددك البنت اللي ما بتديش وش لأي راجل مستحيل يتجرق عليها شفت؟ كان لقي حق إن أنا خاف منك ومن الكلام اللي هتقولهولي وبدأت هو ترمي علي اللوم زي ما كون أنا المزنبة إخلاصي فين الصورة؟ طيب فاهمني بس هتعمل إيه بالصورة؟ أنا عايزة أبلغ مباحث الانترنت وأنا متأكدة أنهم هيجبوه وهيحموني منه مباحث انترنت؟ كمان؟ هو الموضوع ناقص فضايح؟ فضايح؟ فضايح إيه؟ وانت بتزعالي كده ليه أصلا؟ هو أنا عملت إيه؟ مش حضراتك ردتي عليه من الأول لما بعثلك؟ البنت المحترمة ما تردش على حد ولا تتكلم حد خصوصاً إنه ساب الشغل والله أعلم شاف منك إيه؟ جرقه قوي عليك كده شكلي أنا اللي ما كنتش فاهم حاجة واتغشيت فيك أنا مش قادر أصدق الكلام اللي أنا بسمعه هو أنت ما تعرفنيش وتعرف أخلاقي وعرف إنه مستحيل أعمل كده أيوة حتى لو أنا عارف أخلاقك افردي يا هانم باعت الصور دي لزميلك في الشغل هيبقى موقفي وشكلي إيه دلوقتي والناس كلها شافت صور خطبتي بالمنظر ده هو أنت بدل ما تفكر فيي وفي المشكلة اللي أنا فيها وتحميني وتساعدني أجيب حقي بتتخانق معايا وتتهمني الموضوع ده بالنسبالي تقفل خلاص مش هينفع نكمل أنا بنت الحلال راجل دمي حر ومسمحش إن حد يجيب سيرة خطبتي اللي هتبقى مراتي بأي كلمة والفضايح اللي هتيجي من وراكي أنا مش هقدر استحملها فضايح؟ كل شيء اسمه ونصيب دي نهاية اللي بنا انتهى لحد كده وربنا معايا في المصيبة اللي جبتها لي انتهينا لحد كده؟ ده أنت لسه من شوية كنت بتقولي إنك جنبي وقلتلي احكي على المخوفك وأنا معاكي ومفيش أي حاجة في الدنيا تخوفني وأنا معاك وبعد ما حكيت لك عشان تساعدني بتقولي انتهينا؟ بجد أنا اللي اتصدمت فيك والحمد لله إن اكتشفتك على حقيقتك طبعا زي ما سمعته في حاجات كتير قوي في المكالمة كلنا عارفينها وكلنا سمعناها سواء في أفلام سواء في مسلسلات سواء يمكن كمان في الحقيقة فكرة انتي زاد تيله فرصة انتي يقول تيله إيه انتي اللي خلا يفتح الموضوع ده وبصراحة حتى لو البنت كانت متضايقة إنه هما فسخوا الخطوبة وإنها كان عندها أحلام وردية وكلها وقعت على الأرض فلأ أنا بقول لها إنه بالعكس انتي أتليست عرفتي على الأقل عرفتي بدري معدن الرجل اللي قدامك لإنك أنا هيتعبك جدا لإنه هو بمنطقة البساطة تردتي على زميل ليكي في الشغل وخطيبك عارف إن انتي بتشتغلي فطبيعي إن انتي بتتعامل مع الناس مساء الخير مساء النور صباح النور صباح الخير ده شيء طبيعي جدا إنما هو شكك وهيفضل شكك ده رأيي لكن خلينا نعرف المشكلة دي حلها إزاي إيه اللي ممكن يحصل للبنت دي من تجربة زي دي لإن معنا النهاردة الأستاذة ياسمين يقود استجارة العلاقات الزوجية والأسرية مساء الخير ياسمين صباح نور ياسمين وكمان معنا الأستاذ محمد الشفعي باحث الصحة النفسية مساء الخير فن أهلا بيك فن أهلا بيك إنتم نورنا النهاردة وزي ما كلنا سمعنا المشكلة رأيك إيه دكتورة ياسمين في الموضوع ده اللي إحنا سمعناه هي الحقيقة البنت دي أصبح عندها مشكلتين مش مشكلة واحدة أول مشكلة مشكلتها مع خطبها وتاني مشكلة مع اللي بيبتزها ده وعايز يفضحها في شغلها فرأيك إيه في المشكلة دي؟ طيب هي للأسف البنت في الموقف ده بتتعرض لأنواع مشاعر كلها متضربة مشاعر خزلان من الشخص اللي وصلت فيه واللي كانت يعني متخيلة أنها هتاخد منه الحماية والأمان وأن الموقف التاني تعرضها لليبتزاز الإلكتروني فالمشاعر اللي هي فيها لو ما حدش احتواها ما حدش بقى فيه support system معاها وما بقاش في حد يعني يقولها أنا جنبك للأسف هتخش في مراحل يعني إيه اكتئابة أو مشاكل نفسية كتير يعني هي اللي ما بعد ديها بنوصل لمراحل الاكتئاب لكن لو جينا عايزين يعني نوضح لها حاجة يعني نقول لها إيه رحمة ربنا بيكي أن ده بام دلوقتي يعني مشكلة الإلكتروني مشكلة طبعا كبيرة وصدمتها قوية بس صدمتها من خطبها أصعب إن الشعور بالخزلان أصعب من الشعور بالخوف والتوتر والعجز اللي هي فيه يعني دايما يقول لك الإحساس بالخزلان ده أصعب من أي ألم جسدي وخصوصا هي مش عاملة حاجة غلط هي البنت يعني بها ردت رد وبعدين صدتها ده حد انتهت خصوصيتها أنا قاعدة في بيتي وحد دخل علي أنا هؤلام على إيه يعني موقف هنا ما فيهوش أي شبهة ليها صحيح فنيواعزين نوضح لها حاجة نقول لها إن دايما في حياتنا علشان ناخد تجارب لازم عن طريقين طريق بنقول عليه الهاردوي والسوفتوي الهاردوي اللي احنا بنمر بتجارب قصية شوية علينا في ظاهرها بتبقى ابتلاء يعني احنا شايفين إن ده ابتلاء أو مقف سيء لكن هو جواها رحمة ولطف إنها تشوف الشخص ده من دلوقتي بأنه هو موقفش جنبيها وهو مصدر الحماية والأمان ودايما سبحان الله إن ربنا أصلا خلق الرجل من طقته الزكورية إنه هو هو الحماية هو الأمان بتبدأ من الأب وبعدين بتتسلم للزوج فهي باتي عندها خزلام فظيع من الشخص ده محتاجة يعني تعافي من المرحلة اللي هي فيها بس لازم تبقى فهمة إن ده رحمة لها طب نروح لأستاذ محمد وحضرتك كراجل لما تسمع قصة زي دي وحيك عارف إن فيه رجال كتير بتفكر زي ما خطبها بيفكر حتى ترأيك إيه في التصرف اللي هو تصرف في الحقيقة زي ما سمعنا القصة هي صعبة جدا صعبة على الاتنين على البنت اللي اتعرضت للموقف ده وعلى رد الفعل بتاع خطبها وعلى الولد خطبها اللي بيسمع الكلام ده من خطبته وعلى تصوراته اتجاه سامعه للكلام ده وبنتكلم كمان عن قصة اللي احنا سمعناها عشرات الدراسات النفسية بتقول إن ده بيحصل بشكل متكرر جدا وأكتر بيحصل للسيدات عن الرجالة اللي هو الابتزاز العاطفي اللي بيجي عن طريق السوشال ميديا الرسائل أو الإيميلات أو أي وسيلة بتوصل للابتزاز هل هو صعب وصعب جدا صعب نفسيا وصعب جسديا وتحديدا الابتزاز ده بيحصل في ثلاث حاجات يمكن إحنا سمعنا حاجة من الثلاثة دول بيحصل إما بيكون بدافع مادي أنا ببتزل لقدامي علشان أخد منه فلوس أو بدافع جنسي وده تقريبا قريب قوي أو هو ده النوع التاني اللي كانت بتتكلم عنه البنت اللي كانت بتحكي القصة بتاعتها والنوع التالت هو دافع تسليه أنا بتسلى باللي قدامي طيب هتكلم عن البنت الأول لأنه واضح جدا إن مشاعرها من الكلام اللي هي قالته كانت مشاعر صعبة جدا ومشاعر سلبية لحاجتين الحاجة الأولانية هي مرتبطة بحاجة داخلية جواها أنا وأنا جاي أحكي الخطيبي أنا متوقع أنه هو يقول لي إيه أو متوقع يتعامل معي إزاي في الحقيقة كانت تعامل صادم صادم جدا أنا متوقع وأنا كنت منتظرة منه أنه هو يتفهمني يتفهم ألا إيه يتفهم خوفي يتفهم الرعب اللي أنا حس بيه يتفهم أدي إيه إن أنا متلخبطة وإن أنا متوترة وإن أنا صعبان علي نفسي إنه في حد بيتهمني بحاجة معينة أو بيدغط علي بالشكل ده من أقرب حد ليا هروح إن أنا أتكلم معاه أكيد خطيبي زي ما هي كانت بتتكلم معاه دلوقتي وبالتالي ده اللي كان داخلي جواها قبل ما تروح تتكلم طب إيه اللي حصل بقى بعد ما تكلمت؟ خزالة حصلت مفاجأة المفاجأة في رد الفعل بتاعه أولا أنا كنت واخد بالي وأنا سامع للقصة إنه ما كانش فيه استماع كويس للكلام اللي هي بتقوله بدليل إنه يعني لحظت في الكلام أكتر من كلمة كان ها إيه اللي حصل؟ بعتيه بسرعة بسرعة قولي ليه قال ليه وبعدين طب يلا بسرعة خلاصي فكان واضح من الطريقة اللي هو كان بيتعامل بيها إنه ما كانش فيها استماع كويس للشكوى بتاعتها أو للوجع لا وأعتقد كمان إنه ما كانش فيه ثقة يعني هو وجه لها اللوم من قبل ما حتى يبص على الصورة هو يعني بقت فيه نظرة اتهام بقت فيه نظرة لوم بقت فيه حتى يعني دايماً البنت أنا بلاحظ إنه لما حد بيتحط البنات لما بيتحطوا في الموقف ده نظرة المجتمع بتبقى فيها بتبقى كلها اتهام للبنت أو الست اللي تعرضت للموقف ده خصوصاً إن الصورة متفابركة هاجي لحضرتك في النقطة دي فعلاً لما كنت هتكلم عن الولد فيما يخص حيطة الثقة فالبنت كنا بنتكلم على الجانب الداخلي لجواها المشاعر اللي كانت هي بتشعر بيها قبل ما تروح تتكلم معاه وردود الفعل سببت لها مشاعر كمان إضافية بالإضافة للمشاعر اللي كانت جواها كان أشهر المشاعر دي زي ما كانت ياسمين بتوضح شعور الخزلان إنه أنا ما كنتش منتظرة إن ده اللي يحصل معايا لما أجي أحكي لك بالنسبة للولد بقى إيه اللي كان بيحصل جواه وإيه اللي ممكن يكون بيفكر فيه الحقيقة الموقف كمان صعب عليه برغم صعوبة رد فعله على خطبته في الوقت ده صعب عليه ليه؟ لإنه بش كتير من الولاد أو بش كتير من رجالة بيبقى جاهز إنه يسمع النوع ده من المشاكل في الحقيقة لإنه ده بيعمله لخبطة كبيرة جداً وجزء كبير من رد فعله ده جاي نتيجة اللخبطة اللي حصلت له لما سمع لإنه في تصوراته هو طول الوقت بيبعد عن خصوصاً لأقرب حد دي اللي هي هتبقى شركة حياته هتبقى زبطه في المستقبل إنه يمستهى أي حاجة لها علاقة بإنه كان فيه تواصل مع حد قبل كده أو كان فيه أي مشكلة لمقطة زي دي وبالتالي لما بيسمع إن خطبته حصل معايا الموقف ده حصله ارتباك بشكل بير جيد إحنا هلازم نطلع فاصل لكن قبل فاصل هدي حياتك سؤال وإنه يبقى معانا الجمهور إحنا متعودين إن الرجل الجدعى لو ماشي في الشارع ولا قابنت بتتعاكس هو بيتخانق لها حتى لو متقربلوش ولو همهيجي يتجاوز هيبقى عارف إنه هو مفوض يبقى ظهر للست دي هو هنا ما كانش ظهر وهرب الموازنة دي غريبة شرية بس خلينا الأول هنطلع لفاصل صغير ونرجع نكمل معاكم السفير عزيز قبل الهواء كنت بسأل ضيوفنا على المشكلة اللي كانت معانا إنه خطيب البنت لما عرف إن في حد ببتزها إلكترونيا هو ساب البنت أنا بختصر لكم القصة واتهمها إن هي السبب في الابتزاز ده فكنت بسأل أستاذ محمد على إنه الراجل الشرقي إحنا معروف عننا إنه لو شاف بنت في الشارع غريبة مش خطبته مش مراته هيقف ويتخنق لها لو حد بيعكاسها في الشارع صح الكلام؟ صح طيب لو كانت أخته هيقف لها ومش هيسكت وهيبهدر الدنيا وهيفضل وراء الموضوع لغاية ما يجيب لأخته حقها صح؟ صح خطبته اللي هو اختارها لأنه اختارها لأن أخلاقها كويسة لأنها بنت ناس لأنه أكيد سأل عليها قبل ما يخطبها إزاي يعني الفكر بتاعه إزاي يوديه للحتة دي خصوصا إنه هو أكيد متأكد إن البنت ما عملتش حاجة غلط هو مجرد فبركة لصورة فده يعني ده زي كده حد بتهم حد بالزور وهو متأكد من حاجة زي دي إلا إنه مش يقال لها إحنا كده خلاص وبدأ يرمي عليها الاتهامات إنتي إيه اللي ممكن تكوني عملتيا عشان هو يبتزك ده طبيعي معلش عايزة بس تزود حاجة والغريب أكتر كمان يا سالي إنه رفض إنها تبلغ مباحث الانترنت مثلا يقول لها الفضيحة هتكبر بالزبط ده طبيعي يعني بالمنطق ده طبيعي طيب خلينا نتفق إن اللي إحنا سمعناه ما كانش أحسن حاجة خالص فعلا لو هنتكلم في طبيعي أو بش طبيعي هو بش طبيعي توتالي يعني تمام؟ وقدامنا حاجة من اتنين هيحصل رد فعل حاجة من اتنين وكل رد فعل فيهم بيعبر عن حاجة مهمة قوي البنت تاخد رد الفعل ده بعين الاعتبار طيب رد الفعل الأولاني واللي إحنا هنحب إن هو يحصل وهيبقى الطبيعي إنه هو بعد التصرف الأولاني ورد فعله الأولاني ده هيرجع هيفكر بعد مما شعرته بقى هديت وهيراجع نفسه في كل اللي هو قاله لأنه زي ما حضرك قلتي إنت رحت واخترت البنت دي وثقت فيها وتعاملت معاها وبدليل إن انت تعاملت معاها يعني أعتقد إن القصة دي مثلا مش في أول أسبوع خطوبة ولا تاني أسبوع أو واضح إنهم يعني بينهم كلام أو واضح إنهم بينهم فترة بقى لهم محطوبين وحركت أهلك وخدتهم وروح تقابلتوا أهل البنت يعني ده موضوع فكل ده لما ترجع بعد ما مشاعرك تهدى نتيجة إن الكلام الأولاني أنا حاسس بيك إنه خضك ولخبطك فهترجع تفكر وتهدى وجايز تاخد رأي حد من أهلك مامتك باباك إخواتك ويقولوا لك لأ ما ينفعش اللي إنت عملته ده أو إنت تلاقي نفسك بتراجع نفسك وترجع تعتذر للبنت وتقولها حقك علي وترجع تفكر معاها بصوت عالي تعمل إيه في المشكلة دي ده رد الفعل الطبيعي اللي إحنا نبقى حابين إنه يحصل إنه يرجع في كلام إنه يرجع في كلام طب معلش بس على رأي الرأي صادم وإيه اللي بقى هنا دلوقتي هل البنت أنا أسفة إنها هل البنت هنا ترجع بعد اللي أقلها ده كله وراح راجع وفكر في الموضوع وارجع لها تاني الحقيقة رأي الصادم ده يخوف لأ يعني طبعا أنا بعد كده تعرضت الأزمة تانية هستنى برضو رد الصادم ده هستنى تتراجع بعدها فلأ يعني خصوصا كمان إن البنت ساعتها اتحطت في موقف اللي هو خلاص بقى بقت حالتها النفسية وحشة جدا بقت عندها حالة اكتئاب شديد في بعض الحوادث بتحصل وبنسمع عنها إن في بنات بتقدم على الانتحار عشان ما فيش سابورت عشان ما فيش دعم لما أهل ولا كان زوج أبا خيب بالضبط والله دي بالزاد البنت محتاجة دعم محتاجة سند محتاجة حد يحسسها بالأمان أنا موجود المشكلة تاخد وقت زي ما تاخد بس أنا معاكي طب هي تخرج إزاي من الأزمة دي تتعافى إزاي طيب تتعافى من المشكلة دي ولا المشكلة دي لا شوفي بقى زي ما انت عايزة مهم إنها تتعافى المشكلة الأكبر طيب أي هي المشكلة الأكبر أنا شايفة المشكلة بتاعت الإبتزاز الإلكتروني مشكلة حتى يعني بالإجراءات والقانون حتاخدها و المضوع هيعدي تمام وهي أي مشكلة بتعدي يعني هي لازم تبقى فاهمة إن حتى تعافيها من صدمة خطبها هي برضو مشكلة وقتية وهتعدي أنا بحيث إنه بحيثة الإبتزاز الإلكتروني أنا ممكن أبسطها قوي معيش أنا أحب بسط الحاجات هو حد أنا معرفوش أو مفيش ما بيني وما بينه علاقة أو ثقة كافية فبالنسبة لي هو أكيد أنا ماشي في الشارع أو حد شديني هو المتربوش مش أنا أنا معملتش حاجة زي ما أنا أعطي لك في أول حلقة حد دخل علي البيت حد دخل علي البيت وصورني أنا زي ما بإيه؟ يعني يعني دي هي مشكلة ملهاش أي سبب فيها لكن تتعافى إزاي بعد ما يبقى فيه وجود سند أو دعم لو ياريت يبقى من الأهل طبعا من الأهل أول ناس ويكون جانب زكوري يكون الأب يعني دايما بقول الأب قبل الأم بس للأسف إن في بعض العائلات حتى الأب لأن دي طبيعة الرجل الشرقي حتى الأب ما بيقفش جنب بنته ولا الأخ ولا الأب ولا أي حاجة بل بالعكس ممكن إنه هو يبقى متدايق منها ومستق جدا ويخلي حالتها النفسية تسوق أكتر ده حقيقة بس هو الصحة أصلا اللي احنا بنوعي به الأهل حتى لو أنت شايف إن بنتك عليها جانب المسئولية تعديها من المرحلة التعافي الأول وأحميها وقف جنبيها تعدي المرحلة دي وبعديها أقول لها الجانب اللي أنت مسئول عنه بس الأول مسئوليتي أنا كأب إن أنا أحميها وبعديها أبقى أشوف الحاجات اللي أنا يمكن هي مش شايفاها يعني حاجة يقولها أنت تعديتي حدودك أنت لسبتي الدنيا سهلة أنت لجرأتي عليك الكلام دا يفعش في الأول يعني خليه في ظهرها خليه سنادها وعديها من المشكلة وبعديها أوضح لها النقط اللي هي مفوت ممكن تكون غابت عنها ده لأصل طيب ده والأب مش موجود والدور الأهل غايب عشان كابا نشوف بنات بتوصل الانتحار بتخشف مراحل ما بعد السادمة والاكتئاب طيب لازم تلاقي دعم من أي جهة حواليا حتى من الصحاب لو ما فيش من الأهل والقرايب يبقى لازم فيه دايرة إيجابية تتحط فيها تلجأ لمتخصص خلاص وحاجة مهمة جدا كمان إنها تقوي المرونة النفسية بتاعتها والمرونة النفسية بتقوي بحاجتين مهمين أول حاجة هي إنها دي بتبع عارفة إن السند هو الله الحاجة مهمة قوي 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 كل الواحد كل النفس أي نفس لما تكون عارفة إن هي تحت رحمة ربنا وعمره ما هيضيعها هي بتبع عارفة إن في قوة كبيرة قوي هتحميها يعني من الظلم برضو إن هي تحط حمايتها تحت البشر صح فالإحساس ده كل ما بيقوا عند البني آدم كل ما هي بتقدروا بتعدي الصدمات تقوي عندها مرونة نفسية بتاخد الصدمة تمتصها وترجع تتعافة تاني عشان عارفة إن في حد جنبيها فده مهمة قوي بنحاول نعلمه للبنات إن هي تعرف إن سندها هو ربنا سبحانه وتعالى قبل أي حد حتى لو فيه أب وحتى لو فيه أخ وحتى لو فيه أحد ربنا فوق كل شيء وهو اللي سند فينا كلنا بس الشيء ده ما بيجيش إلا عن يقين لازم تمتأكد أن ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ أنا عندي ظن عبدي فلما ندرب بناتنا على الإحساس واليقين بربنا ده من دلوقت دي هي بتقبقى الصدمات هتاخد صدمات هتفقنا أن التجارب فيه تجارب قصية في الحياة هتاخدها خلاص بس هتعرف تتعافى منها هتاخد وقت للحزن وقت للزعل لكن هتطلع منه لازم تتقبل المشكلة وتشوف بقى بجانب بقى أنها خلاص عندها يقين بالله تشوف سند ودعم ليها من ناحية تانية حتى لو قلنا تلجأ المتخصص طبعا فتتكلم معينها في مرحلة محتاجة جيد من حد يسمعها يعني 50% من المشكلة هتتحل لما بس حد يسمعها بدون ما يحكم عليها أكيد أكيد طيب زي ما سمعنا من ياسمين هي فعلا البنت محتاجة حد يسمعها حد يدعمها وحد يقف جنبها نخرج لفاصل ونرجع تاني نكمل موضوع ترجمة نانسي قنقر